بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة اليوم من حلقات قناة لغتنا الجميلة عن قصيدة أعجبتني بعنوان لو أيقنوا أن لهم رازقا للفارس الشاعر أسامة بن منقذ يقول فيها من مبلغ المعتر والقانع وابن السبيل النازح النازع أن الندى قد مات فاستعصموا باليأس من دان ومن شاسع لا يبذلن ذو فاقة وجهه لذي ثراء باخل باخع ما يظفر الراجي ندا كفه بغير ذل الخاشع الخاضع هل ينفع الظامي إذا ما طمى أجاج بحر ليس بالناقع لله در اليأس من ناصح ليس بغرار ولا خادع ولا سق الأطماع صوب الحياة فإنها مهلكة الطامع ولا سق الأطماع صوب الحياة فإنها مهلكة الطامع لا ترجوا خلقا فكل الورى يقبض كف المانع الجامع لا ترجوا خلقا فكل الورى يقبض كف المانع الجامع وما حوت أيديهم فهو في مثل لهات الأسد الجائع قد سمعوا بالجود لكنه لبخلهم ما لذة للسامع وكلهم وكلهم إن أنت كشفتهم مثل سراب القيعة اللامع فدعهم فدعهم واطلب من الله ما ضنوا به من فضله الواسع فدعهم واطلب من الله ما ضنوا به من فضله الواسع فما لما يقطع من واصل ولا لما يوصل من قاطع قد قسم الأرزاق بين الورى في متعب ساع وفي وادع كلهم يأتيه من رزقه كفاية لو كان بالقانع لكنهم من حرصهم قد عموا عن الطريق المهيع الشارع لكنهم من حرصهم قد عموا عن الطريق المهيع الشارع لو أيقنوا أن لهم رازقا ليس لما يعطيه من مانعي لو أيقنوا أن لهم رازقا ليس لما يعطيه من مانعي ولا لما يرفع من خافض ولا لما يخفض من رافعي ما طلبوا من غير معط ولا دعوا دعوا إذا اضطروا سوى السامعي لو أيقنوا أن لهم رازقا ليس لما يعطيه من مانعي نعي ولا لما يرفع من خافض ولا لما يخفض من رافعي ما طلبوا من غير معط ولا دعوا إذا اضطروا سوى السامعي موسيقى وأخيرا نظرات تحليلية عامة حول الأبيات نحوية وبلاغية وإملائية يبدو في البيت الأول تأثر الشاعر بلغة القرآن الكريم في قوله المعتر والقانع وابن السبيل قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع هو السائل الذي لا يلحف في السؤال والمعتر هو الذي يتعرض للعطاء دون أن يطلب وابن السبيل هو المسافر الذي لا زاد له وهو من الأصناف التي تستحق الزكاة وإليك نظرة نحوية ما المحل الإعرابي للمصدر المؤول أن الندى قد مات من أن ومعموليها هو في محل جر بباء محذوفة والتقدير من مبلغ المعتر والقانع بأن الندى قد مات وأرى وجها آخر يجوز إعراب هذا المصدر مفعول به ثاني لإسم الفاعل مبلغ على تضمين معلم من أعلمه ويكون الفعل قد أضيفه إلى مفعوله الأول ونصب المفعول الثاني وهذا أمر جائز كقولنا المعلم مانح الطالب جائزة وهذه لمحة دينية فاستعصموا باليأس من دان ومن شاسع هذه نتيجة منطقية لقوله أن الندى مات الندى هنا بمعنى الكرم والعطاء والسخاء والجود ولنا وقفه مع قوله فاستعصموا باليأس ربما يقول قائل كيف يدعو إلى اليأس واليأس كفر فنقول وبالله التوفيق أن اليأس الذي يعد كفرا هو اليأس من رحمة الله أما اليأس مما في أيدي الناس فهو دعوة مبطنة إلى العفة وإلى الرضا بالقليل فاستعصموا باليأس من دان أي قريب ومن شاسع أي من بعيد أي لا ترجو العطاء من قريب ولا من بعيد موسيقى استكمالا للنظرات العامة حول الأبيات لا يبذلن ذوفاقة وجهه ذوفاقة أي ذوفقر وحاجة ولا يبذلن وجهه أي لا يريق ماء وجهه ولا يعرض نفسه للهوان وهو اسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد وهو مؤكد بنون التوكيد الخفيفة لا يبذلن ذوفاقة وجهه لذي ثراء باخل باخع باخل عليك بالعطاء باخع أي قاتلك من الحزن والهم وذلك من قبيل قوله تعالى مخاطب النبيه الكريم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ما يظفر الراجي ندى كفه بغير ذل الخاشع الخاضعي أي إن هذا الثرية لا يعطي ماله للراجي والسائل إلا بتذلل وخشوع وخضوع ثم يأتي بتشبيه ضمني جميل هل ينفع الضامي إذا ما طمى أجاج بحر ليس بالناقع أي هل ينتفع الإنسان الضمآن بماء البحر المالح إذا طمى وزادا ولكنه لا يروي العطش ليس بالناقع أي ليس يروي عطشه وهو تشبيه ضمني جميل يشبه عطاء الثري البخيل الذي يعطي بعد تذلل وبعد خضوع وبعد إراقة ماء الوجه بالماء المالح الذي لا يروي الضمأ ولا يطفئ الغلة وهذه نظرة نحوية الفعل يبذلا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل جزم لأنه وقع بعد لا أنها هي وكلمة باخل نعت مجرور ولكنها ليست نعت لكلمة ثراء وإنما نعت لكلمة ذي فليس الثراء هو الذي بخله وإنما ذي الثراء هو الذي اتصف بالبخل وهنا ما بعد إذا الشرطية زائدة للتوكيد وكذلك الباء في خبر ليس زائدة للتوكيد إذن ليس بالناقع اسلوب مؤكد بحرف الجر الزائد واستكمالا للنظرات العامة لله در اليأس من ناصح اسلوب تعجب سماعي فيه يظهر الشاعر إعجابه باليأس لأنه يخلص النصحة ولا يخادع وكلمة ناصح نكرة للتعظيم وأيضا ليس بغرار ولا خادعي اسلوب مؤكد بالباء الزائدة فغرار خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا ولا سق الأطماع صوب الحياة فإنها مهلكة الطامع ولا سق الأطماع صوب الحياة اسلوب خبر لفظا إنشاء معنى غرضه الدعاء لأن لا هنا هي لا الدعائية أو قل لا نافية في الدعاء لا سق الأطماع الأطماع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وصوب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم والحياة مضاف إليه وصوب الحياة تعني قطرات المطر النافعة ولا سق الأطماع إذن هو دعاء على الأطماع بأن لا تسقى بالمطر النافع وهذا يعكس البيئة العربية التي كانت تعتمد على الأمطار فعندما يدعو لشخص يدعو له بأن يرزق المطر وعندما يدعو على شخص يدعو عليه بأن يحرم من المطر ويبدو أيضا في قول جرير فلا صلى الإله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابة وفي قول ابن زيدون جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس موسيقى ومن الصور البيانية ليس بغرار استعارة مكنية صور اليأس بإنسان صادق في نصحه لا يغر ولا يخدع وأيضا في قوله لا سق الأطماع صوب الحياة استعارة مكنية شبه الأطماع بأرض يدعو عليها بعدم السقيا والبيت أيضا فيه أسلوب قصر بتقديم المفعول به على الفاعل الفاعل هو صوب والأطماع مفعول به إذن أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد لن ف Kingston موسيقى تقديم المفعول به فش موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة